أهل اليمن معروفين من البداية بولائهم لعلي يا حار همدان من يمت يرني يا حار همدان همدان ذول يقولون أمير المؤمنين ما كان يضاهي بهم إلا بني عبد القيس ومنه ذول بني عبد القيس أنت يا أهل البحرين بحرين التاريخية الممتدة من حدود البصرة إلى الإحساء وصولا إلى هذه الجزيرة هذه كلها البحرين التاريخية غالبية سكانها من ربيعة وبنوا عبد القيس هم فرع من ربيعة يقول ما كان يضاهي بهم إلا عبد القيس أمير المؤمنين كان جدا يحب عبد القيس أذكر لك هذا بس حتى انلطف الجو يعني تشعر بالاعتزاز في حرب البصرة ومعركة صفين يوم كان يقسم المجامع القتالية في الجيش ماله كان يقسم على أساس بعد يؤمر واحد من بني أسد على الأسديين واحد من بني مذحج مثلا على المذحجيين لما يجي على بني عبد القيس يؤمر عليهم أميرا منهم الآن إذا صفيت المعسكر إلى هالتقسيمات هذه وين بتروح يا علي؟ قال بعد أنا أروح يا بني عبد القيس اشتغلت الغيرة ما معنى يعني بني عبد القيس؟ قال لواءهم لواء الله حتما تشعر بالاعتزاز إذا كان أمير المؤمنين يحبك وينجذب إليك وأنت إليه أيضا كذلك تباذله المحبة والعشق هذا موروث هذا مو شيء عارض علينا ترجمة نانسي قنقر